اتحاد الصحافة الخليجية ونتظر الاتحاد الخليجي يعزز تعاوننا مشيرا سموه إلى أن قادة دول مجلس التعاون انتبهوا للأطماع التي تحدق بدول مجلس التعاون وأدركوا التحديات وتعاملوا معها بحكمة فنجحوا في الحفاظ على دولهم وشعوبهم من المؤامرات التي تستهدفنا وجعلوا دول مجلس التعاون بقعة تنعم بالأمن والاستقرار وسط عام العالم مضطرب موجها سموه بضرورة نشر الكلمة التي توحد المواقف والشعوب وتجنب تلك التي تسبب الفرقة والانقسام فمصلحة دولنا وحمايتها أمانة في أعناق رجال الصحافة والإعلام لإيماننا بأنهم خط الدفاع الأول عن دولهم داعيا سموه إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي ليصال الرسالة الإعلامية الخليجية فتطويعها بالسبيل الأمثل لصالح وحدتنا وجمعنا يفوت الفرص على المترب بصينبنا مؤكدا سموه أن لدينا إعلاما خليجيا قويا ونريده أن يتوسع عربيا وعالميا لضمان أن يكون الصوت الخليجي مسموعا على أعلى قدر محذرا سموه من الالتفات للأصوات النشاز فهي تؤخر وتعوق تحركنا نحو الأمام لذا يجب تجاوزها دائما وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم اتحاد الصحافة الخليجية يتقدمهم الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية والأمين العام للاتحاد ناصر العثمان بمناسبة انطلاق المؤتمر السادس للاتحاد الذي تستضيفه مملكة البحر وخلال اللقاء شاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمكانة العالية التي تحتلها الصحافة الخليجية في تنوير رأي العام والدفاع عن حق الشعوب الخليجية في العيش بأمن وسلام والوقوف بقوة في مواجهة محاولات الاختراق والمخططات التي تستهدف تشويها ما حققته من منجزات ونوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنهج الصحافة الخليجية وما وصلت إليه من مراتب متقدمة مشيدا سموه بجهود رجالات الصحافة الخليجيين ودورهم المشرف في حمل أمانة الكلمة الصادقة والدفاع عن أوطانهم والوقوف سدا منيعا في مواجهة حملات التضليل والتشويه التي تتعرض لها ونبه سموه لأن محاولات استهداف المنطقة لا زالت مستمرة ويجب التيقظ لها والعمل على مواصلة الجهود فالتصدي لها مشددا سموه على أن للإعلام والصحافة صوتا مسموعا وقوة تأثير يتجاوز صداها الحدود وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المتغيرات والإحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم تتطلب درجة عالية من اليقظة ومواكبتها بصحافة وعية ومتعمقة تدرك وتقرأ ما وراء الأحداث وتعمل على توعية الرأي العام وتنويره بأهمية التمسك بالوحدة والتلاحم والابتعاد عن إثارة الفتن حفاظا على أمن أوطاننا الخليجية وتنمية مكتسباتها من جانبهم عبر أعضاء اتحاد الصحافة الخليجية عن خالص اعتزازهم بما يكنه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من تقدير كبير ودعم متواصل للصحافة ورجالاتها مشدين بما يليه سموه من اهتمام بدفع مسيرة اتحاد الصحافة الخليجية وتحقيق أهدافه وأكدوا أن ما يطرحه سموه من رؤى يعبر عن حكمة وفكر مستنير لرجل حكيم لطالما أثبتت الأيام صواب قراءته للأحداث والتعامل معها مشدين بدور وإنجازات سموه فيما تشهده مملكة البحرين من تقدم وازدهار على كافة الأصعدة التنموية شكرا